اسمح لي بس إن أنا أعلق على شيء بيقول اللي بيقول إنه تجد هذا في كلمة مرسي لبريس أنا بكشف سر الأول مرة لأن أنا حضرت اجتماع بالنسبة لهذا الموضوع وبصدد هذه الرسالة نحدد بس الموضوع تاني حل تقول السر بعد الموضوع هو الخطاب الشهير الذي قالوا أن الرئيس أصدره وهو عزيزي بيريس هذا الخطاب كان جزء من مؤامرة ومهزلة قام بها أفراد من الحرس الجمهوري رغم تنبيه الرئيس مرسي أنه أي رسالة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لإسرائيل يجب أن تعرض عليه منفردة في ملف وحده على الرئيس نعم إلا أنه الذي يقوم بشؤون البروتوكول قد كتب هذه الرسالة ودسها في الملف هل تذكر اسمه؟ يعني ملوش لازمة تتذكره ولكن لا تريد أن تصرح رئيس البروتوكول؟ يعني نائب مش عارف قائد الحرس الجمهوري لشؤون البروتوكول حاجة كده وأنه دس هذا الخطاب ضمن الخطابات الاعتيادية التي تتعلق بتهاني اعتيادية وصدر هذا الخطاب حتى لا يستطيع ولا يقول الناس بعد ذلك أنه قال عزيزي بريزر هذا إن كان فعل ذلك وقد دس عليه ولكن المشكلة في الحقيقة بالنسبة لهذا النظام الفاجر حينما يقوم بالتعاون المباشر مع إسرائيل في قتل أهل بلده حينما نتحدث عن أهل سيناء فنحن نتحدث عن قتل أهل بلده وحينما نتحدث عن هؤلاء الذين على الحدود فنحن نتحدث عن أهل سيناء الذين عانوا الأمرين وحينما نتحدث أن هؤلاء قد فجرت بيوتهم وحتى مساجدهم فإنما يعبر ذلك عن شيء خطير أردت أن أؤكد هذا السر لأن هذا الأمر حدث في اجتماع وقد سألنا الرئيس حينذاك ما هذا الأمر وكيف حدث وكانت هذه هي الرواية